اهلا بكم وشهديني الكرام ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة من نصر جميلة في قناة تانية على الهواء مباشرة الحقيقة احنا في فقرة فوتوغرافية هنتكلم فيها على حاجات جميلة جداً النهاردة هنتكلم في الحياة البرية المصرية زي ما فيه حياة برية في أفريقيا عندنا هنا في مصر حتة من الجنة هنتكلم شوية في حتة متخصصة شوية عن هجرة الطيور أو الطيور المتواجدة هنا في مصر ديفي الكريم متواجد معايا النهاردة عنده كبير كان شغال عليه بقاله فترة على الطيور المصرية أو الطيور المتواجدة في مصر اللي بتهاجر ممكن تكون رايحة أوروبا في الموسم دوت أو راجعة في آخر الشيطة مثلاً من أوروبا عشان ترجع تاني تقاط في الدفع في قارة أفريقيا هي بتعدي من علينا هنا في مصر احنا البوابة بتاعة أفريقيا فبتعدي من علينا فاحنا ازاي نعمل البرد ووتش ان احنا نتفرج على الطيور دي ونصورها ونستفيد بها ده فيه سياحة كاملة ايمة على سياحة مراقمة الطيور هنتكلم كتير مع ضيفي الكريم المصور وفوتوغرافي استاذ احمد شيخ ده أول بس نقوله بساء الخير من نورني سهلا نور اهلا بيك اهلا بحاجة كله تمام كله تمام انا مبسوط جداً ان مع حضرتك النهاردة في البرينامج وان شاء الله نقدم حاجة مفيدة انا المبسوط ربنا يخليك اهلا الصباح هكون معنا كمان هنسمع الجانب الروحاني شوية هنروح الانشاد الديني معنا المنشد محمد حسن السعيدي اهلا وسهلا بيك من نورنا وكمان المنشد ابراهيم حسن السهاجي اهلا وسهلا بيك طيب خلوني ابتدي على طول بقى نخش في الموضوع عشان خاطر الوقت ما يجريش اه اه استاذ احمد يعني خليني نخش على طول مراقبة الطيور دلوقتي بقت مهمة جداً بقت سياحة كاملة ايمة على هذا الموضوع احنا عندنا اخ مصر بسم الله يا ما شاء الله يعني حد بس ولا حرج عندنا مناظر طبيعية وعندنا كل ما تشتهي الانفس وكل ما تشبع اه نفسنا لما نتفرج على جمال الطبيعة نبتدي منين الحكاية هلان اتكلم الاول عالبيئة هي مصر فيها تنوع كبير جداً فالبيئات احنا عندنا لبيئة الصحراوية موجودة فانت هتلاقي فيه سحاري موجودة موجودة بقى الكينات والبيئة موجودة من السحاري من زواحف ومن طيور ومن كل الأشكال الموجودة هناك هو أنتها اللي بيئة الذهنى هانคะ warum القديمة جزئوetto li deficiency وقديمة للحمر والبحر المتوسط رمضة意菜 انما الأشابة 얘기وص Despite the fact that having no spaceots have ot�니다 بيئة موجودة بيئات موجودة كاملة و составeb sa harry او الحاجات الحر قوي احنا لامين اغلب انواع الحاجات اللي بتخلي مصر ممكن تكون مكان كويس جدا للطيور المهاجرة انها تريح فيها تقعد تاخد الاستراحة بتاعتها وتاخد واجبها كده وبعدين ترجع على على بلدنا احنا اهل الكرم فعلا هم دينا حاجات كتيرة او يتفيدهم يعني تمام طيب اه موسم هجرة الطيور بيبقى في اه موسمين اعتقد احسن الشتاة واحدة الصيف اه بالضبط في موسم الخريف وموسم الربيع هو الهجرة بتحصل عشان خطر الجو مش خطر مناخ احنا الطيور بتبقى موجودة في اوروبا بيجي الشتاة فبيبقى الدنيا هناك بتبقى تلج فبتتحرك بيبقى الطيور تتحرك تيجي تهجر لافريقيا اللي وسط وجنوب افريقيا بتيجي افريقيا عشان خطر تستفاد بقى من مناخ في بعض الحاجات بتتكسر هنا في بعض الحاجات ما بتتكسرش في طريق هجرتها بتقف عندنا في طريق الهجرة بتاعتها بتقف عندنا في مصر في حاجات بتريح بتقاط شوية في حاجات بتفضل المقيمة طول فترة الهجرة في حاجات بتروح وهي راجعة بتقاط تريح يعني في كل الأوقات دي احنا بنبقى بوابة لها تمام الهجرة ليه مفيدة برضو دي نقطة عايزة تتكلم فيها احنا ليه اصلا بنرايب حركة الطيور وليه العالم كله مهتم بالطيور صحيح الطيور الكائنات الحية عمتا ربنا بيديها زي جهاز بيولوجي كده بيديها أليرت للكوارث أو بيديها حاجة للكوارث فسنة زي السنة دي مثلا هجرة الطيور اتأخرت جدا ليه بقى؟ عشان تغيرت المناخية ظاهرة الاحتباس الحراري الحاجات اللي احنا كنا بنسمحها دي وبنحس ان هي يعني احنا كلنا شايفين الجوا في مصر عمالي زي دلوقتي على يومين الفاتو ظهول ناشا الله مثلا الحمد لله انه فاتك النهار دي مثلا بالزبط ده كله نتج من الاضرار بالبيئة احنا لما بنلوس البيئة البلاستيك بقى والمخلفات والحاجات اللي بتترمي في المحيطات والبحار وكل الحاجات دي ده ده من فعلنا لما ده بيحصل الحرارة بتعلى فالناس أو العلماء والناس المختصين بالأبحاث بيقدروا يعرفوا هل احنا بقينا فيه خطر فعلا بيحصل ولا لا من خلال حركة الطيور الناس بتركب جهازة تراكنج جي بي اس تراكنج على الطيور ويبتدوا يرقبوا حركتها طول فترة الهجرة ده فيه ناس كمان بتبقى موجودة برا في أوروبا بيبقوا مستنيين يعني فيه طيور معينة بتبقى زي التمائم كده بمستنيينها ويحطينها مستنيين تروح وترجع عشان يعني الطير يروح وبعدين يرجع فده بقى فالخير بالنسبة له وعارفين كمان ده مين وبابا مين وشهده مين بس مش كله يعني ده في بعض الحالات الندرة يعني يعني كان فيه حالة مشهورة جدا لطير لقلق أبيض كان جناحه تكسر وبعدين فاخدوا حد رباه وبعدين ابتدى في الهجرة جالها ميل جالها ذكر فابتدوا تزاوجوا وجابوا أطفال فبقى اللي بيهاجر الميل والفي ميل بيستنى هي جناحة مقصود فبقى التميمة بقى بقيت الناس كلها بتقول بقى ده مسالة على الحب ومسالة على حاجات دي وبيستنوها بقى في مواقع مخصوص بترائب الطير ده لما بيروح ولما بيرجع طب أحمد يعني انت عندك بروجيكت انت عامل مخصوص على هجرة الطيور قبل نتكلم عليه انا عايزك تكلمني اكتر على اهم الاماكن اللي بتتوجد عليها التوري مثلا احنا كنا بنطلع الصبح بتلاقي أسراب معدية هنا على النيل جنبنا هنا بنبقى عادين بنبص كده تلاقي مثلا عاملين حرف سبعة أو تمانية بالعكس كده الليدر قدام وماشي وراه البقية السرب ماشي كده زي ما احنا يمكن نشايف وفيه زي ما يعني ما شاء الله عندنا هنا حاجات حلوة وأنواع بسمنا ما شاء الله بقى شيء ألوان وأنواع واللي مش عارف ايه المصري الأصيل والحاجات المتعدي عندنا على ذكر البروجيكت هو ده ده جزء من الحاجات اللي كانت موجودة في البروجيكت هو البروجيكت عبارة عن فيلم ديكومنتري يعني فيلم وصائقي أو هي باية سلسلة دلوقتي ما قاش فيلم المفروض ان هو يوثق للطيور الموجودة في نصر اللي الناس ما تعرفوش ان مصر فيها اكتر من حوار 450-450 نوع طيور ده بناء على تقرير الجامعية المصرية للطيور النادرة ده اللهم مقيمين ولا ده المقيم والمهاجر المقيم والمهاجر ده الثاني مع بعض فاحنا عندنا البيئة الخاصبة جدا عندنا من 450-250 نوع طيور عندنا حوالي 120 نوع زواحف فيه منهم 40 تعبان منهم حوالي 9 سمين احنا هنعرف منهم المشهور قوي اللي هو التوريشة والكبرى المصرية دول اللي هنعرفهم اه وعندنا بقى غير الحاجات التانية الاستاديات عندنا حوالي 110 نوع استاديات منهم حوالي 95 في البر وفيه حوالي 16 لـ 21 في المية الدولفنس والحاجات اللي زي دي فاحنا عندنا بيئة غنية جدا عندنا حاجات كتيرة متنوعة من اسهل الحاجات اللي انا انا هدفي ان انا احاول اوري الناس جمال خلق ربنا وفي نفس الوقت نوريهم من احنا عندنا بيئة غنية وحافظوا يا جماعة على البيئة دي حتى حارك لو اخدت بالك في التوريش احنا كاتبين انا مش ماش بس غالبا هتنزل اه تنزل هي كانت في الاولاني البيئة تستحق الحفاظ عليها هي الفكرة في كده بقى انت لما توري الناس عظم التخلق ربنا وجمال الحاجات اللي حواليها وانهما ازاي فعلا يعني شبهنا بيعملوا حاجات شبهنا بيتصرفوا وليهم عادات وليهم حاجات بيعملوها مع الوقت الناس بتيتحافظ على حاجات دي وتاخد بالها منها اسهل حاجة الناس تشوفها حواليها هي الطيور انا لو ماشي الوقت اللي انا وحارتك احنا من شوية كان فيه معد من فوقناها طيور ابيض ده برن اول اللي هي البومة البيضة اللي موجودة في مصر دي مش طائر مشهور جدا وموجود في المدن دي مقيمة موجودة في المدن فالناس بتشوفها وما تعرفش دي بومة عندنا مثلا في حاجة برضو مشهورة ام اواء ام اواء دي ام اواء دي احنا نعرفها عشان عندك انا ام اواء دي اللي هي اللي تل اول اللي تل اول دي بومة جميلة يعني هي لها وظيفة البومة بتأكل تقريبا الف قارد ابي الزبط فإن تخيل بقى لو انت شلت مثلا قتلت عشر بمات. مثلا. في عشر تلاف قرد فران واخلافهم تلعولك. هيتكسروا اكثر. فهو في توازن. وربنا سبحانه وتعالى خليق كل حاجة موزونة. دايرة كده مقفولة على بعضها. لما احنا بندخل فيها الدايرة بيتبوص. اكيد. فنخليها هي. ما نقرب لها. نخليها زمانية. انا احنا نشاهد لها زمانية. المبيديات والحاجات دي اصلا بتقضي عليهم. بالضبط. من احنا نحن نحافظ عليهم. الجميل كمان في الموضوع ان احنا عندنا انواع من الطيور والحيوانات معرضة للانقراض زي مثلا التعلى بالاسمه الفانك مثلا. هو اللي بيبقى ابيض ودنه طويلة كده. احنا بنحافظ عليه في المحميات بتاعاتنا ومنحاول ان احنا نحافظ عليه مثلا او انا يعني انا مش مش متذكر او الفانك بقى معرض للانقراض. لا بس هو الفانك موجود عندنا في ودي الحتان وموجود عندنا في أغلب الحتة الصحراوية في مصر هو فعلا مشكلة الفنك الصيد الجائر الناس بتصطاد عشان شكله جميل جدا وعشان ديله وعشان شكله جميل أفتر الناس بقى بتجيبه دلوقتي بقى يتطلع عموضة النواية ربة يعني بتصطاده وحتى بتبتدي تخليها تكاثر في الأسر ويبيعوا بقى أولاده والحاجات دي فده ده حاجة برضو مدرة لي عندنا من ضمن الحاجات برضو الموجودة في مصر هي من اسمها حتى الرخمة المصرية ده طائر من الطيور المهددة بالانقراط حاليا وموجود عندنا في مصر في علبة في الجنوب وموجود عندنا برضو في أكتر من مكان طيب أنا هستأذنك نروح بس لشيخ محمد نروح نسمع منهم حاجة كده ونرجع نتكلم عن شاسيبك النهاردة احنا قاعدين النهاردة هنتكلم على الطيور التجاهلي في حتة يعني تصوير وطيور يعني شاسيبك استردالوا رجلات سماعوننا ايه وسنب الخير العميم أتانا هو نفحة الرحمن في دنيانا رمضان رمضان بالخير العميم مئتانا هو منحة الرحمن في دنيانا هو منحة من عند ربك لدنا تلقى الوجود إذا أتى مزدانا خير الشهور خير الشهور ففيه أفضل ليلة الله الله كتب الصيام كتب الصيام عليكم فلعلكم بالصوم تبلغون اشتركوا في القناة 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 الله أحسن أحسن ما شاء الله أكبر رف الصوت لما حد ربنا بدينه موهبة وفي صوته حلم وبيحب اللي بيعمله بيبان على طول على وشه ما شاء الله نور ما شاء الله أكبر طب ما نسمح حاجة قبل مرة قبل ما نكمل كلامنا يا أجرا ومغفرة يا 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 رب أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر وقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وبرج الكوب وبرج الكرب أن أن تم مقتدر أرجوك يا يا رب نرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا نرجوك نرجوك ربي في الدارين ترحمنا بجائما بيد سنبحا حاجرون الله أحسن ما شاء الله الله ما شاء الله دعي نرجع لأحمد واحد مثل حالتي يحب التصوير هياوي على قده يموت في الحيوانيات وخصوصا من الطيور أنا بربي حمام وأصور الحمام وطبعا بستمتع جدا وأنا بصور الحمام أنت بتأكله أيضا أفهم؟ أنت بتأكله أيضا يعني بس أكتر أحب ربي أكتر فما بالك بقى أنك تشوف طيور غريبة بأشكال غريبة بألوان غريبة بمقاشا الله يا سبحان الله يعني ربنا يعني عمل لنا أنواع كتير يعني عايزك تقول لي إيه الأهم الأماكن اللي تنصحنا من إحنا نحب لوح نصور فيها في مصر عشان ناسي بعرفة برضو مواطن الجمال عندنا فين طيب خلينا نبتدي بالدايرة الصغيرة يعني إحنا الطيور متقسمة حاجات كتير في الحاجات اللي هي بتبقى في الحتة البعيدة والحتة النقية اللي هي الحاجات الندرة وندرة إننا نشوفها دي مش نقطتنا قلت الآن خلينا نتكلم بالأكثر شيوعا وبعدين ندخل في اللي بعده تمام أكتر حاجة ممكن تشوفها حواليك إنت لو بسيت على الشجر يعني الصبح كده ماشي في أي حتة مفيش مكان في مصر نفوش شجر لو بسيت على الشجر هتلاقي من خمس لعشرة أنواع طيور ايه لو إحنا بنتكلم في الربيع ممكن تلاقي من خمس لعشرة أنواع عن الطيور لو إحنا بنتكلم بقى في حاجة في الخليفة أو في الشتاء ممكن تلاقي أنواع أكتر كمان عندنا الأنواع المشهورة بقى تلاقي العصفور الدوري عادي ايه اللي هو العصفور الناس كلها عارفة الرماضي اللي بنشوفه يتير عندنا اللي هو بالضبط اللي هو البيش وفيه شوية رماضي اللي هو البلدي بالضبط وفيه البلبل الشاع ده صوته جميل بيقعد الصبح يغرد صحيح لو أنت في مكان عندك حواريك جنينة كبيرة هتلاقي الشحرور الشحرور اللي هو البلاك بيرد ده بيبقى طائر اسود خالص ومنقره أصفر كده هتلاقي العندليب النايت انجل ده اللي هو بيبقى برضه طائر بني كده وشكله مش جميل زي صوته بسطول شكله جميل يعني وفيه الحسون كمان وفيه الحسون بس الحسون صعب ان احنا نشوفه هنا في حوالينا ده نقطة النقطة التانية لو رحت على المسطحات المائية المسطحات المائية ده ممكن نقول عليها مثلا النيل مش تلاقي فيه كده اي شوية شجر مع ميا فيها سمك هتلاقي فيها حاجة اسمها سديد السمك هاي اللي هو الكينج فيشر الكينج فيشر الموجود عندنا في مصر بالثلاث انواع اللي شائع عندنا مده صعب ومنقر صفر شوية وعندنا اللي هو صعب السمك الزائع او الابقع انا اسف. اصلاد السمك الابقع او الرفاف الابقع ده اكتر واحد ممكن تاخد بالك منه لانه هو عام زي الاليكوبتر. تلاقي بيطلع كده يقف في السمك ويقعد يرفرف 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 مكانه وبعين فجأة يمنازل جايب سمك او طالع. فدي لو احنا بس ركزنا حوالينا احنا نلاقي حاجات كتير. اه الناس بتروح الاناطر مثلا تتفسح. لو احنا روحنا الاناطر واحنا ماشيون في المركب بصنا حوالينا على البوشيس او اللي هي الحش وبوص. الحشاش والبوص ده هتلاقي فيها حاجات. عندنا اهلنا في الاقاليم بيسموا بانواع بقى يعني تلاقيه ايه الفرخ السلطاني. ايه. اللي هي الدقاءة السلطانية. ده طائر كده جميل اللي عمل زي الفرخة بس اه تركوز وفيه الوان كده متداخله في بعض. منقره احمر. بالضبط ده بيعرف فرخ الغيت. فرخ الغيت. فرخ الغيت. ايه. يبقى سود خالص ومنقره احمر. كده ماشي الله انت بذكر. لا اصلا احنا عندنا الفلاحين كلام ده موجود يعني بالضبط. هتلاقي هتلاقي دول شاعين جدا. عندنا كمان في مصر اللي هو الى عندنا ده 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 مش ده ولا ده ايه? ده مش ده اه ده طائر طائر من طيور الغازية. فيه رماضي منه كمان صح? اه الفيميل بتاعته بتبقى بني شوية. شوية على بني اه. اه. ده معلش لو ممكن نرجع للصورة اللي فاتت. اه. ده الصورة اللي فاتت. اه. الصورة اللي فاتت دي. الحمرة. مهم عشان حاجة. لان الطائر ده طائر غازي. فانت لو لاحظت في الصورة هتلاقي فوقه اشياء. اه اه. الصورة دي. الصورة دي تصورت يعني كانت اثبات ان هو فعلا ابتدى يعشش خلاص في مصر. هو فعلا بيعشش خلاص عن ده ده في مصر. ده انا حاولت فراخه زمان ما عرفتش على فوقه خلاص. صعب جدا. انا الزبرة شغالة هي والاسترالي اكتر من العمر ما قلت. اه. هو بقى سيبه في الوقت ده. اه. ماشاء الله. اه. هو ده كان بيبني عش في الصور دي وده كان بيلم حاجاته يروح. احنا مقدماش نصوره في العش لان برضو زم البيئة الاحترامها. ايه. يعني انا لو رحت انا ممكن اروح واطلع بصورة حلوة. بس هو الحاجات دي بتخاف. فممكن يسيب العش خالص. يسيب العش فعلا. يسيب البيض ويمشي. يسيبهم بقى ما يفقسوش. تمام. احنا كده درناه. ده من الاخلاقيات بتاعت التصوير. انا مش بس الهدف ان نطلع بصورة حلوة. احنا عايزنا نتكلم على الاخلاقيات التصوير دي. هل لازم تتكلم عليه. اه. 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 ده سياد السمك الشائع. اللي قبله ده لو نرفع نرجع له. الاصفر. الاصفر اه. اه. ده ابو فصادة الاصفر. اه. ايجي دلوقتي لو ايه هو ده. ده ابو فصادة الاصفر وده متصورة في الاناطر. اه. اه. ده ده مهاجر. اه. بيجي عندنا هنا وهو كان يعني كان بياكل ساعتها فربنا ارزقني بقبل الصورة دي ساعتها. لا بس حلوة ما شاء الله. حسنا مهم. فيه اه. في عندنا هنا. طب وده ايه ده ده برده من بتاعه للا اكل السمك. ده اللي انا كنت بقوله حراك عديل بيقف يقف يعمل هوفر كده في السمك وينزل مرة واحدة يطلع بالحاجة. سبحانه لبصه منقره عامل زي مدابر زي مدابر زي مدابر يفتح المية وينزل على السمك. هو جسمه كله مصمم لكده. هو كله على بعض وقدي كده. اه اه. ده موجودة في الفلاحين برد. ده موجودة كل حتة فيها ده طائر صحراوي. يعني ده بياخد الحاجات من التراب والحاجات الزي ده. وده طائ بيع له ضرورة. تمام. وده اللي تركوز انتك تتكلم عليه. لا ده مش في مصر بقدي في كينيا. ده اللي اه دي كانت في رحلتي الكنيا آآ سنة افين وستاشر. تمام. طب خلينا قبل ما نروح لكينيا بقى معلش آآ نرجع تاني يا احمد كده. نرجع تاني مصر. هنروح هنروح نسمع بس حاجة انشيات برضو اصل صوتهم باسمناها ما شاء الله. اه لأ نسمع. بس هندبسهم في حاجة دلوقتي لهم اتنين يغنح مع بعض. دي الله بينا. طب ممكن تنشدوا لنا انتو الاتنين مع بعض حاجة حتزنوهم مع بعض? في الختام? طب طب نسمع حاجة حاجة فردي بس سريعة عشان نلحق ناخد تاني صد. الى القدوس قد وجهت واجهي واسلمت القيادة الى القبيل وإلى السبوح أهفو في حنين لأحظى بالأمان وفي السرور وفي ساح الجلال رأيت نورا يضيء القلب ليس كأي نوره وهمت في رحاب الله روحي وهمت في رحاب الله روحي مسبحة تغرذ كالطيور الى مولايا قد وجهت واجهي ففي يده مقالي ففي زو الأمور فيا عوني ويا سندي فيا عوني ويا سندي ويا جاهي إذا عسى النصير فكن نصير الله أحسن قد نسمع حدثك لكنني أريد أن أقول شيئا لأحمد مصطفى طيب أنا بس في فيديو كان لأستاذ أحمد كان جايبه وحصري للبرنامج اسمه طيور مصر لو نقدر نشوه بس هو في صوت خلي بالك عايزين نسمع الصوت الصح عايزنا نسمع الصوت على البال ما نجيب بس على البال ما نجهز نسمع حضرت هنخش على طول عشان انت جاهز بالفيديو طيب على البال ما نجهز بالفيديو هنهارجع لحياتك تاني معيش ثانية واحدة كنا نتكلم على الطيور بشكل عام دلوقتي نحن عندنا هنا الطيور اللي هو الدرة الهندي اللي هو أخضر فيها بتاع اسمه موجود في الجيزة الدرة الهندي والدرة السكندرية عندنا الاتنين موجودين دي من الحاجات بصوا أنا بقى اسمع عليها إشعاعات كتير يعني في ناس بقول إن محمد علي باشا أطلقها في سماء القاهرة عشان يعمل جمال القاهرة وفي ناس ثانية بتقول إن هي هربت من القفاص في جنينة الحوانات أنا في صراحة مع الاحتمال الثاني يعني إحنا شفنا الفراولة اللي هو الردق فات من الشوائية وابتدأ يعشش وبيعمل فالدرة الدرة من التور الزكية فهي عادي ممكن لو هرب فرخ من أو هرب هو كبير شوية بيعرف يتأقلم من اللي يعيش بيعرف يتأقلم هي قدر يتأقلم هو أكبر دهين وبيقدر يتأقلم إنت لو مشيت دلوقتي في الزمالك أو مشيت في الجيزة هتلاقيهم على الشجرة عادي على طول أه ما هينا فين العششين هنا في الناس بالضبط جنينة الأرمان فيها كتير جدا جنينة الحوانات بقى يعني ده المعقل بتاعهم الأساس بتاعهم كله تمام الناس كمان ممكن تشوف على الشجر برضو من الحاجات الملتيجة ممكن تشوف سقور إحنا عندنا على الشجر سقر الجراد اللي هو العوسق أو سقر الجراد ده مش على الشجر بس ده بيهاجم الحمام عنده لا بس ده هو الحاجات الصغارة بس يعني هو ما بيهاجمش حاجات كبيرة إلا لو يعني خليه يأكل بقى والعصفير يعني فاصل العصفير بقى حد في البالكونة يلاقي الصقر السغنون ده جاي بيحاول بس إلا لو عفص دايق مش هيقدر يعمل فيه حاجة هو بيصطاد ومش مدرك بقى ده في ايه أو بيعمل ايه طب احنا بس جايزين بالفيديو هناخد جزء منه عشان شالح هاخده كله عشان جزء نرح طب اتفضل يعني فراجنا على الجيد خلال السلسلة دي هنسافر أماكن كتير بحثا عن كينات مش كلين عارفين ان هي موجودة بالشكل ده في مصر الطيور موسيقى 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 طبعا طحفة بس للاسف احنا وقتنا جري بسرعة مش حتى تتكلم معاك تاني بس احنا هنحط الفيديو ده على البيتش بتاعتنا بروب بتاع مصر الجميلة على الفيسبوك لشان الناحية بيتفرج عليها برضو بيتفرج بالمزاج بقى ابرحته كده احمد انا الاسف وقت جريب بس انا بشكرك جدا وستمتعت جدا ببجودك معايا وان شاء الله لازم تجي لنا تاني وثالث ورابع وانتكلمش عكا كتير بفرج الصور تحت الحمدان مصورة برضو يمكن قولي حاجة حيلة ولا حاجة ترفع معناوية حاجة جميلة انا بس عايز اقول حاجة سريعة في عشر ثواني كده في اندي كاميرتي اه دي كاميرتي هو احنا جزء من البيئة فلو احنا ما مسعيناش ان احنا نساعد البيئة دي نيات او ان هي تفوق من اللي احنا عاملينه فيها قبل كده كل ده هيجي على دماغنا اللي بيجي على دماغنا من فترة الانديل ان انتشرت بسبب صيد الترسة وصيد الصلاحي في البحرية جاي على دماغنا دلوقتي ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا بنشوفها كل سنة عن السنة اللي قبلها بسبب التلوث جاي على دماغنا البحر والمحيطات اللي بقى فيها دلوقتي كمية بلاستيك قد كده مش عارفين نوديه فين كل ده بيجي لنا في اكل بيجي لنا في هوا بيجي لنا في اي حاجة تانية الحفاظ على البيئة يا جماعة مش رفاهية احنا مش بنتكلم في رفاهيات احنا بنتكلم في اساسيات احسن الرسالة واصلة بشكرك شكرا جزيلا على الكلمتين دول ونورتين يا احمد رباني اخليك شكرا جزيلا طيب احنا بنشكركم شكرا جزيلا وهنختم على حاجة بقى تسامعون انتو اتنين تمام وانا بس اختم الحلقة ونشوفكم بكرة مشاهدين الكرام محلقة جديدة ويمكن فريق عمل جديد بإذن الله من مصر جديد نسيبكم بقى مع الانشاءات الدين الكاملة صد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شهدت نور ونا بزور فرح فؤادي وزا سرور ونا أمان الحبيب محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا روض يل فيك التجل يا روض يل فيك التجل من العلالي نازل تملي على ضيوف الحبيب محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حاولت أقرأ سبع المثاني لطاة لطاة لئت لساني ما درش يمطى من نور محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم